بسم الله الرحمن الرحيم شعبنا الكريم العزيز أتحدث لكم اليوم وأنا أسلم الأمانة الوطنية في قياة عراق إلى أخي دولة الرئيس حمد شاع السوداني الذي صوت المجلس النواب على برنامج الحكومي متمنياً له كل التوفيق في أداء هذا الواجب الوطني وإكمال مسئلة خدمة الشعبنا العراقي العزيز موصن كل القوى السياسية بدعم مساعي الحكومة الجديدة على طريق الاستقرار والنمو والدفاع للديمقراطية وحقوق الإنسان وعدم تعريض المتصدين لهذه المهمة النبيلة إلى الطعن والتنكيل والضقوطات والابتزازات على حساب مصالح الناس والوطن بكل الشرف واحتزاز نسلم الأمانة والبلد ليس فقط بحال أفضل وإنما العراق هو أسرع نمو اقتصادي عربي في عام 2022 بمعدلات نمو 9 فارز 3% حسب صندوق النقد الدولي في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطئاً واسعاً وكبير بالأرقام أتكلم إليكم استلمنا الاحتياط النقدي في العراق قبل سنتين وكان الاحتياط بحدود 49 مليار دولار وفي مرحلة انخفاض واليوم بحمد الله الاحتياط 85 مليار دولار في مرحلة تزايد وكذلك استلمنا الاحتياط من الذهب بحدود 96 طن واليوم وصل احتياطنا إلى 134 طن استلمنا خزينة شبه خاوية والاقتصاد العراقي كان في مراحل الانهيار حتى رواتب المنظفين والمتقاعدين ما كان بالإمكان دفعها اليوم خزينة البلاد عامرة والحمد الله وهي بانتظار موازنة مسؤولة ونزيهة لصرف الموارد في بناء الوطن والاستثمار في الإنسان العراقي واحدة من أهم أولوياتنا كانت الحفاظ على المال العام وزيادة الخزينة والاحتياط وليس هذا المال للناس مثل ما يروج البعض بهدف تشتيت المسؤولية على المتورطين الحقيقيين بالفساد وبقضايا الفساد واحداث بلبلة حتى يكون عندهم مساحة للتلاعب هذا كله رغم أن حكومتي لم تمنح الموازنة إلا لمدة ستتشر خلال سنتين قلناها سابقا ونقولها اليوم أن الأزمة الاقتصادية تحتاج إلى أجراءات عقلانية طويلة طويلة المدى ووضعنا أسسها في إصلاحات اقتصادية نتمنى أن يتم الاستمرار بها لحماية مستقبل أطفالنا وأجيالنا من الضروري تحقيق التضامن السياسي لدعم المشاريع الاستراتيجية مثل ميناء الفاول الكبير التي تقدم خطوات كبيرة مؤخرا ومشاريع الغاز والطاقة والطاقة البديلة والمستشفيات والمدارس ومشاريع العمار والإسكان التي دخلت الخدمة أو التي ما زالت في طول الإنشاء وأن الاستمرار عن نمو الاقتصاد الذي تحقق وتطويره يحتاج إلى تكاتف الجميع بروح الأخوة لا بروح التصادم الذي يضعف الوطن وينستنزف قدراته ويفوت الفرص في تحقيق تطلعات شعبنا العزيز فيما يخص الوضع الأمني نحن نسلم وضعاً أمنياً متماسكاً تم فيه القضاء على جيوب الإرهاب وتعزيز القوات الأمنية بمختلف صنوفها بالتدريب المهني والتجهيز والتسليح مما أدى لارتفاع التصنيف العالمي لجيش عراق البطل من 57 إلى 34 عالمياً وسيكون الحكومة الجديدة البناء على كل ذلك وتطويره واستمرار دعم الجيش واجهزة الأمن وحظ السلم الاجتماعي إن الأزمة الاجتماعية التي صاحب التظاهرات الشعبية في تشريل وما بعدها كرست جوى انعدام الثقة انعدام الثقة بين الشعب واجهزة الدولة وسال الدماء الزكية كثيرة وبريئة من أبناء شعبنا العظيم بذلنا كل جهود لأجل استعادة الثقة بين الناس والشعب والدولة وأعملنا بقوة من خلال تدريب قواتنا على التعامل السلمي مع المتظاهرين وحظر ومنع استخدام العنف والسلاح اتجاههم واعتمدنا سياسة الاعتراف بالتضحيات الكبيرة التي قدمها شباب عراق وشاباته وعوضنا عوالي المتظررين وحفظنا حقوقهم وندعو كذلك لاستكمال هذا الواجب شعبي الكريم العزيز الحبيب العراق بلدا ليس استثنائيا في ظروفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية التاريخ يحدثنا عن تجارب عديدة من سنغافورة لا دولة الإمارات الشقيقة إلى كورة جنوبية وراوندة وغير الكثير من البلدان تجاوزت فيها تلك الشعوب والدول الإزمات عندما نظرت نخبها السياسية وقادتها إلى الواقع برؤية تضامنية مسؤولة وليس بمنطق التغانم ومحاولة امتصاص الموارد والصفقات الحزبية الضيقة نعم نعم بإمكان شعبنا أن يتجاوز كل تلك الأزمات ليصنع واقعا ومستقبلنا يليق به وبتاريخه ولكن بشرط واحد هو الولاء للوطن وندرك الجميع أن لا طريق إلا بالحوار والتفاهم ومصارحة الشعب بالحقاق واحترام المؤسسات الدستورية والقانونية شعبنا العزيز لقد نفذتها لحكومة واجبها بإجراء انتخابات عادلة ونزيحة وشفافة وبشهادة وإشارة الجميع داخليا ودوليا بالرغم من كل اتهامات الظالمة والأكاذيب التي وجهت إلينا مع أننا لم نشارك في تلك الانتخابات لحماية نزاهتها ودعمنا كل جهد لتشكيل حكومة وفق الدستور وتعهدنا بتسليم الأمانة وحفظ تداول السلم للسلطة وفعنا واثبت الواقع بعد سنتين بطلان كل ما نفثوه من سموم وباطيل بدأت قبل تسلمنا المسؤولية حتى يومنا هذا ضمن حملة ممنهجة ذات طابع سياسي انتقامي تستهدف كل جهد وإنجاز ونجاح قامت به هذه الحكومة من واجبي أن أقدم النصيحة بأن الضغوط الحزبية والابتزاز السياسي لأي حكومة سوف يعيق استكمال الإصلاحات الإدارية والاقتصادية في البلد وكذلك مواجهة تحديات في المستقبل بل هو يعيق واجب القضاء على الفساد الذي ما يزال للأسف يمتلك أذرعا قوية ويحتاج إلى موقف وطني شامل وجاد لانتزاعه من خلال دعم الإصلاح واحترام القانون نسلم المسؤولية اليوم للحكومة الجديدة والعراق يحظى بتقدير إقليمي ودولي متزايد واصبح وجهه لحل الخلافات المعقدة وتقد فيه المؤتمرات الإقليمية والدولية مثل مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون لقد فتحت حكومتي آفاق تعاون واسعة مع شقال عراق وجيرانه ومع المجتمع الدولي وكان السياسة العراق الخارجية تنسجم مع طلعات شعبنا المسالم التواق إلى التقدم والازدهار والرفاهية وحب الحياة والتمسك بآصالته وسيادته وروحه الوطنية فأشكر كل الشك إلى شعبنا العزيز الحبيب الذي دعمني طوال المرحلة الماضية الشك إلى مقام المرجعية الرشيدة التي كانت وسوف تبقى صمام أمان لهذا الوطن العزيز الشك كل الشك لشباب العراق وشاباته الذين أثبتوا بتضحياتهم حرصهم على الوطن وإدراكهم للتحديات أشكر قوات العسكري والأمنية بكل صنوفها التي صبرت من أجل حماية العراق وأهله أشكر كادر الدولة من وزراء ووكلاء ومدراء وصولاً لأصغر موظف حافظ على الأمانة رغم المصاعب والتحديات والمغريات أشكر كل الداعمين الذين ما بخلوا علينا بالنص والمشورة والنقد البناء وحتى النقد القاسي أشكر الفريق المهني الذي رافقني طوال هذه المهمة النبيلة غير مبالي بالتهديدات والتجاوزات والابتزازات أشكر دول العالم وحكوماتها كافة الشقيقة والصديقة التي وقفت معنا وما زالت لتجاوز الصعوبات ونواجه الإرهاب معنا الشكوى العرفان لكل العراقين في كل بيت وحي ومدينة على امتداد الوطن الذين كانوا أهلي وسندي وحزبي منذ لحظة تولي المسؤولية وسوف يبقى دينهم وفضلهم في عنقي السلام على العراق السلام على العراق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته